اهلا بكم مشاهدين من جديد لمناقشة البيان الصحفي الذي اصدر عن المجلس الرئاسي الذي اثار كثير من المخاوف واستنكار وكذلك التساؤلات ولمناقشة هذا الموضوع معي سيد صلاح البكوش المحلل السياسي اهلا وصلا بك سيد صلاح كما سوف يكون معي عبر الهاتف السيد فوزي الحداد كاتب ومحلل سياسي سيد صلاح قبل بداية او ان اسألك عن موضوع البيان وما اثير حوله من لغط كنت في زيارة مع سيدة الرحمن سويحلي في تونس والتقيتم بكوبلر المبعث الاممي للعلم المتحدة لليبيا ماذا جرى في ذلك اللقاء في الواقع الزيارة لم تكن فقط مع سيدة عبد الرحمن سويحلي ولكنها كانت مع خمسة من اعضاء المؤتمر السيدة عبد الرحمن سويحلي السيد موسى فرج السيد يوسف الحيول السيد محمد بقي والسيد جمع الشاوش وهؤلاء يمثلون العديد من المناطق في ليبيا من الشرق ومن الجنوب ومن الغرب ومن جبل نفوسة أيضا هذه الزيارة كانت لتوصيل رسالة حول متطلبات المشهد الليبي وكيفية توسيع دائرة التوافق من أجل خلق أرضية صلبة ومناسبة للتقدم إلى الأمام وتحسين الوضع في ليبيا للمواطنين جميعا الرسالة كانت تتكون من عدة نقاط النقطة الأولى وهي أن تعديلات في المسودة قد توسع دائرة التوافق ومنها قضية توازن التشريع بكل تأكيد النقاط الأخرى وهي أن على الحكومة هناك عدة محطات يجب أن تقوم بإجراءات حاسمة ومتوازنة فيها هذه النقاط تتمثل في تنفيذ المادة الثامنة من الاتفاق في الأحكام الإضافية وهي الخاصة بالتعيينات الجديدة في المناصب العسكرية والأمنية والمدنية العليا كمنصة الاتفاق النقطة الثانية وهي التشكيل الوزرية يجب أن تكون متوازنة ويجب أن تكون من شخصيات نظيفة اليد وذات كفاءة النقطة الثالثة وهي تشكيل اللجنة الأمنية ويجب أن تكون متوازنة ويجب أن تمثل ليبيا كما هي الآن وليس كما كانت قبل 17 فبراير كيف تقبل سيد كوبلر هذه النقاط؟ نحن اجتمعنا مع السفراء الأجانب على حدة الممثلين في ليبيا كما اجتمعنا مع السيد كوبلر واجتمعنا مع المجلس الرئاسي كل على حدة اجتمعنا بسيد سراج اجتمعنا بسيد عبدالله كاجمان اجتمعنا مع السيد معيتي ومع السيد العماري وكذلك مع السيد فراج المجبري اعتقد استمع الجميع بكل احترام وبكل حرفية بالطبع كان الحديد حول التعديلات في المسودة هذه ليست من اختصاص بالطبع المجلس الرئاسي ليس له اي اختصاص في تغيير المسودة كانت من السفراء الأجانب ومن كوبلر وهو ان فتح هذه المسودة سيثير الكثير من المشاكل وقد يقصف تماما الاتفاق السياسي لان الاطراف الأخرى لديها العديد من التعديلات وخاصة فيما يخص المادة الثامنة بخصوص المناصب العسكرية نعم هنا لازلت اسأل كيف تم قبول هذه النقاط من السيد كوبلر كما ذكرت لم نكن نتوقع ان يقولوا نعم سنعد المسودة او لا سوف نعد المسودة ولكنهم اثاروا نقطة بخصوص المسودة ان اي تعديلات فيها فتح للمسودة سيثير الكثير من المشاكل لان الاطراف الأخرى لديها العديد من التعديلات وهذا ما قد ينسف المسودة بالكامل او الاتفاق السياسي بالكامل اما بخصوص النقاط التي ذكرناها وهي من اختصاص المجلس الرئاسي تنفيذ المادة الثامنة الخروج بتشكيل وزرية متوازنة تكفاءات وتشكيل لجنة امنية بكفاءات وبشخصيات لا تمثل العهد ما قبل 17 فبراير تقبلوا هذه المراحضات اعتقد برحابة صدر ووعدوا خيرا واعتقد انهم يتفهمون ان المرحلة في احصر الظروف هي مرحلة صعبة والمهمة صعبة وان ستكون المهمة مستحيلة بالنسبة لهم اذا ما فشلوا في هذه البوابات الجودة اذا صح التعبير الثلاثة نعم انتم فهمتم بمجموعة وفد من اعضاء المؤتمر الوطني العام هنا الرسالة التي يمكن ان يسلها اعضاء المؤتمر الوطني الذين حضروا للرافضين لتوقيع الاتفاق الرسالة هي ان الجميع جميع الاطراف متفقة ان الاتفاق السياسي ليس اتفاقا متكاملا وممتازا على الاقل من وجهة نظر اي من الاطراف ان الحكومة تشكيلة المجلس الرئاسي ليست بالتشكيلة المثالية وانا شخصيا اعتبرها تشكيلة ضعيفة وليست لها ما يجب من الخبرة لمعالجة الوضع الحالي لذلك هذه النقاط التي ابديتمها لن تكون ذات قيمة او ذات معنى كيف؟ النقاط التي ابديتمها للمجلس الرئاسي انها لن تكون ذات قيمة وذات معنى في حال ان هذه الحكومة ضعيفة وغير قادرة على تنفيذ برامجها ومشروحة لا باب على العكس تماما انت تقدم النصيحة عادة تقدم النصيحة للذين يحتاجون الى نصيحة الناس ذوي الخبرة الكبيرة ربما لا يحتاجون الى نصائعك لان لديهم تراكمات كبيرة ولكن نحن نقدم هذه النصيحة من نظراتنا الى ما يجري على الارض وما يجري في البلاد وهؤلاء الاشخاص يحتاجون لكثير من النصيحة لان تنقصهم الخبرة يعني اعضاء المجلس الرئاسي تنقصهم الخبرة السياسية والحنكة السياسية ولهذا يحتاجون الى هذه النصائح هذه الخبرة وهذه ممكن هذه عندهمش خبرة سياسية جيدة لا ينعكز ذلك في البيان الصحفي الذي ازر المجلس الرئاسي بشأن القوات المسلحة والدور البطولي للقوات المسلحة وتضحية التي قامت بها افراد القوات المسلحة بيان صحفي ثم يأتي بيان اخر توضيحي هذا التخبط بكل تأكيد وافقك تماما هذا انعدام هذا يعكس عدم الخبرة يعكس ايضا التجدبات داخل المجلس الرئاسي يعكس ايضا السطوة ربما غير طبيعية لمستشاري رئيس المجلس الرئاسي وكذلك يتطلب هذا الامر كيف السطوة المستشاري الرئاسي؟ بالطبع ونحن حذرنا رئيس المجلس الرئاسي سيدة السراج احد اعضاء الوفد حذره بتحذيرا مباشرا من ان يترك الحبلة على الغارب لمستشارين ربما ليست لديهم خبرة او ربما يكونوا منحزين لطرف ضد طرف اخر وكيف يسمح ان هنا يأخذ ناس تقم مستشارين منحزين لطرف ضد اخر وحكم التوافق مستشاريك الخاصين يعني هذه مهمتك مهمة الشخص نفسه الاتفاق السياسي لا يتحدث عن من تختار في مكتبك او مدير مكتبك او ما الى ذلك ولكن من المعروف انك اذا كنت في في موقع المسئولية يجب ان يكون مستشاريك يعني على علم بمنذ طلبات الموقف اتكلم عن شخص المستشار بقدر ما اتكلم عن عقلية سيد فيزي السراج في الاختيار هذه لا تستطيع ان تتحكم فيها باتفاق لا تستطيع ان تضعف الاتفاق ويكون مستشاري رئيس مجلس الرئاسة فلان وفلان وفلان او بالمواصفات التالية هذه متروكة لتقدير الشخص نفسه ولكن على العموم نحن ما نقوله الان هنا تحدث سيد السلاح عن قدرة سيد فيزي السراج على ان هذه الحكومة التي سوف تدار من قبله وقبل اعضاء ان هناك تحديات صعبة وان هناك مخاطر حقيقية تواجه ليبيا كيف يمكن ان يتعاملوا مع هذه المخاطر في ظل الانقسام الحادث كيف يمكن بكل حذر هذا ما يجب ان يقوم به يجب ان يتعاملوا مع هذه القرارات المفصلية بكل حذر وبكل مسئولية وبكل توازن وركزنا على ذلك انتم الان لا تمتلون الاطراف التي اتت بكم الى هنا انتم الان مجلس رئاسي للدولة الليبية لجميع الليبيين وذكرنا لهم على سبيل مثال هل يعني ذلك سيد فيزا سراج وهو الذي اصدر مع سيد القطراني هذا البيان دون مراجعة ودون مناقشة باقي العضاء لعله هناك استنكار من محمد العماري عضو المجلس الرئاسي قال ان هذا البيان الذي اصدر لم يتم طرحه ولم يتم النقاش مع الاعضاء وهناك استنكار من الاعضاء هذا المؤشر على اي شيء يدول مؤشر اولا على عدم التجانس وايضا على خلل فئالية عمل المجلس الرئاسي هذا ما يؤشر اليه طغت ربما الصبغة السياسية لمن اصدر هذا البيان على صبغة المجلس الرئاسي والتوافق وما الى ذلك واعتقد ان هذه سيعاني منها المجلس في الاسابيع المقبلة ويجب عليهم بكل تأكيد العمل على حل هذه المشكلة وان لا ستكون هناك اعتقد عقبات كبيرة قد تؤدي ربما بنسف هذا المجلس الرئاسي وربما تغييره هذا البيان من يتحمل مسؤوليته؟ يتحمل مسؤوليته المجلس الرئاسي نحن لا يهمنا كيف حدث هذا الخلل ولكنه خلل ومن الجيد جدا أن نرفع من مستوى الضغط ومن مستوى النقد لهكذا خروقات ولهكذا مشاكل حتى يكون المجلس الرئاسي على علم بأن الاعلام والمنظمات المجتمع المدني والنشاطاء السياسيين يراقبون هذا المجلس وسوف لن يتركوه يرتكب هكذا أخطاء بدون محاسرة إذن هنا نأتي إلى البيان القوات المسلحة الدور البطولي لتلك القوات القوات المسلحة من يقصد بها؟ من تلك القوات التي يقصدها البيان؟ البيان عندما خرج البيان داعنا من التفسيرات التي أتت لاحقا ما يقصده البيان هو قوات حفتر والإرهابيين هم الثوار هذا ما قصد بالبيان التفسيرات التي أتت لاحقا التنظيمات المتطرفة وتنظيمات داعش يقصد بها كذلك مجلد الثورة البنغازي ودرنة نعم بكل تأكيد لأن من كتب هذا البيان كان هذا ما يقصده يقصد القوات المسلحة حفتر الدواعج والمنظمات الهربية الثوار نفس الخطاب الأول خطاب حفتر التعليلات واستيراد أو استلاف جمل من الاتفاق السياسي لتعليف القوات المسلحة هذا أتى لاحقا وغير مقنع ما الذي سيكون مقنعا هو أن يقوم المجلس الرئاسي بدراسة هذه البيانات ونحن لا نحتمل بيانات أخرى من هذا القبيل وقد وضحنا ذلك للسئلة والآخرين هنا سؤال أعود مرة أخرى كنت سألتك هل هذا مؤشر على أن رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي لديهم روح التوافق وروح فتح الأذرع وعلى باب المشرع للحوار مع الأطراف المختلفة والأطراف المتنازعة والرافذة للتوقيع والمجلس أصلا هنا هل هذا مؤشر خطير على أن العقلية عقلية رئيس المجلس الرئاسي فعلا سوف تقود إلى هذا الجنب أم أن الجنب آخر جنب تصعيدي وجنب تأجيجي أنا في تصوري انعدام الخبرة هنا يأتي انعدام الخبرة في أنك لا تستطيع أن تتعامل مع الموقع الجديد وتترك انحيازك السياسي الذي أتى بك إلى هذا هذه ليست بالعملية السهلة هذه تتطلب حنكة وخبرة سياسية ونضج أنا أتيت إلى هذا الموقع لأن أنت خبني الحزب الفلاني الآن أنا أمثل الدولة الليبية هذا التحول لا يحدث بتلك السهولة وهذا ما نلاحظه الآن نعم لعلى البيان هنا أشار وأثناء على دور القوات المسلحة في مواجهة ومقارعة الإرهاب به في الطرف الآخر لما لم يكن البيان واضح وجلي في موقفة من الجرائم التي ترتكب عملية الكرامة يعني أعتقد هذا سؤال نظري سؤال نظري الذي كتب البيان أو الذين كتبوا البيان يريدون أن يخرجوا بيانا يؤيد حفتر ويسب في التوار لم يكن الغرض هو تبيان الجرائم التي يرتكبها حفتر وما إلى ذلك ولكن هؤلاء الناس يعتقدون أن ذلك جيش وقوات مسلحة وأن الآخرين إرهاب هذا هو الواضح يعني لا جدالة في ذلك الآن القضية كيف سيتعاملون من الآن صاعد وصاعدا مع هكذا بيانات ومع هكذا تصريحات هذا المجلس الأعضاء أبدو انزعاجهم بعدم استشارتهم في البيان الصادر هنا كيف يمكن أن يتعامل مجمل الأعضاء مع مثل هذه مواقف يجب أن يرتبوا ثوم ولكن هذه الظاهرة رائمة ما إيش ظاهرة جديدة محصورة في المجلس الرئاسي عندك البرلمان يطلع في بيانات وقرارات والأخرين يقولوا لا مش نعنا يعني المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي الطعن الذي قدمته أحد عضوات المجلس الانتقالي ونجح في المحكمة العليا الذي قال بأن هذا لم يكن هناك نصاب وأصدر السيد مصطفى عبد الجليل الآن السيد نوري بسمهين يصدر في قرارات من لدنه ولا أحد يعلم بأي سفة وهو يقول أن القائد الأعلى وليس هناك شيء يقول بأنه هو القائد الأعلى فهذه ربما طريقة ليبية نستخدم فيها الآن وهي الآن نشاهدها في المجلس الرئاسي أيضا يصدر بيان ونضع أعضاء يقولوا مش نحنا اللي أصدرناه ويطلع بعدين تصحيح وما إلى ذلك وأعتقد أن هذا جزء من المشهد السياسي وطريقة العمل في ليبيا ونتحمل تابعاتها ولكن على المجلس الرئاسي في هكذا موقف وفي هكذا ظروف عليها أن يصلح من نفسه سريعا نعم هنا لا تتفق سيد صلاح بأن هذا البيان هو استفادة كبيرة لطرف معين دون آخر هناك من يقول أن هذا مؤشر أن فعلا هذه الحكومة سوف تدعم تيار بعين وبقوة لا أعتقد أن هذه الحكومة تستطيع أن تقوم بذلك بدون إفشال هذه الحكومة وإنهيارها تماما وإنهيار الاتفاق السياسي وأعتقد أن جميع الأطراف على أقل الأطراف السياسية التي اشتركت في هذا الحوار والأطراف الدولية لا تريد لذلك أن يحدث وأعتقد أنه ربما سيكون هناك بعض الإصلاح في المجلس الرئاسي من قصد طريقة عمله لتفادي هكذا مشاكل لأنها قد تكون قاتلة جدا نعم هنا بعد هذا الموقف الحكومة ما هي الإجراءات؟ لا بد الحكومة أن تتخذ إجراءات ملموسة تطبق على أرض الواقع لتعزيز الثقة بين الأطراف المتوافقة عليها وكذلك الأطراف المخالفة لها لكي تعزز فرص نجاحها نقول لك حاجة هناك ثلاث أشياء رئيسية يجب أن نركز عليها لكي نرى ما يحدث مع هذه الحكومة وهل لديها فرصة للنجاح حولها كانت النقطة الأولى هي التعامل مع المادة الثامنة وكان هناك حديث داخل المجلس الرئاسي من بعض الأعضاء يقول لنتجاهل التواريخ المادة الثامنة تقول أنها منذ توقيع الاتفاق لديهم عشرين يوم لكي يتخذوا قرار هل حيقد القيادات العسكرية العليا بما فيها حفتر وما إلى ذلك أم لا فقالوا خلينا نتجاهلوا المدة ما نديروا شيء نعملوا نيسا نمشوا شنكا صار نقاش أصر بعض الأعضاء أننا نحن لا نستطيع أن نتجاهل التواريخ نحن هنا لتطبيق الاتفاق وبذلك مرت العشرين يوم بدون اتخاذ قرار وحسب الاتفاق الآن على مجلس الدولة لديه 30 يوم لتعيين قيادات جديدة للجيش والمناصب الأمنية والبدنية والعسكرية هذه محطة سنرى ما الذي سيحدث قادما في هذه التعيينات المحطة الثانية هي التشكيل الوزرية لو خرجوا بتشكيلة وزرية متوازنة تشكيلة وزرية ذات أياد نظيفة وخبرات وما إلى ذلك نحن وضحنا للسيد السراج والعضاء الآخرين أنه بكل تأكيد يمكن القيام بذلك هذه الحكومة لن تكون حكومة محاصصة وترضيات لا يمكن تفادي المحاصصة الرئيس الأمريكي عندما يشكل حكومته لا يستطيع تفادي المحاصصة لا يستطيع أن يتفادي تعيينات من المناطق التي وفرت له الأصوات ليصل إلى تلك هذه هي قاعدته الانتخابية ولكن هناك طرق عدة هناك محاصصة فجأة نقدر نقسم فيها خذ لك وزرتين خذ لك وزرتين خذ لك وزرتين بغض النظر عن الكفاءات وما إلى ذلك ولكن يمكن وتحدث في جميع نحاء العالم أن توجد توازنات عقلانية جهوية أو ما إلى ذلك وسياسية وأيضا بدون التفريض في مبدأ الكفاءة نعم سيد صلاح ابقى معي سوف أعود إليك لكن سوف نكمل حوارنا ونقاشنا ولكن بعد هذا الفصل شاهديني الكرام فصل قصير ابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدين من جديد وأرحب مرة أخرى بضيوفي سيد صلاح البكوش معي في الستوديو وسوف ينضم إلينا كذلك عبر الأقمار الصناعية سيد أشرف الشح الباحث في أشؤون السياسية ولكن مشاهدين قبل أن نبدأ في الحوار نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم ابقوا معنا منذ اللحظات الأولى لتوقيع اتفاق الصخيرات المغربية برزت مواقف الأطراف السياسية من الاتفاق اتفاق أن كان يسعى لوقف تداعي الجسد الليبي إلا أن أعرضه كانت جالية بين أطراف الصراع في البلد فبين الرفضين للاتفاق والقابلين به توسعت هوة الخلاف أكثر وتحولت إلى تعنط وصلابة في المواقف حتى باتت سبل إنهائه عويصة وبعدة المنهل ومع انطلاق العادة نزولي وتأسيسا على الاتفاق السياسي أصبح أعضاء المؤتمر الوطني العام بين مترقة الوقت وتسارعه وسندان قبولهم بالاتفاق ومخرجاته مما بات لزاما الالتحاق بالمجلس الأعلى للدولة قبل نهاية يوم العشرين من يناير الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة تبقا للاتفاق السياسي والأعداد لعقد الجلسة الأولى للمجلس في المقابل وبحسب الاتفاق السياسي فإن كل عضو من المؤتمر الوطني يمتنع عن الانضمام إلى المجلس الأعلى للدولة فإنه سوف يتم تخلي عنه وفقا للقانون الانتخابي من خلال مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات لتقديم الاسم الذي يليه وبهذا القرار أصبح المؤتمر الوطني العام وأعضاؤه أمام امتحان للمجلس الرئاسي ومجلس الأعلى للدولة حق النظر فيه امتحان بمثابة تأشيرة للدخول في مرحلة جديدة من الاستقرار في ليبيا أهلا بكم سيد أشرف البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي والذي أثنى فيه على حفتر ضمنا وعلى القوات المسلحة ودورها البطولي وتجاهل فيه تجاهلا تاما لأثوار الحقيقيين البعيدين كل البعد عن الإرهاب والإرهابيين تعليقكم على هذا البيان عن المجلس الرئاسي وإنما صدر بالمخالفة من قبل نائب واحد من نواب رئيس الوزراء وتم تداركه بتصريحات لأعضاء المجلس الرئاسي بأن هذا البيان لم يطلعوا عليه ولم يشاركوا فيه وهذا طبعا أخطاء متوقعة لعدم فهم الاتفاق السياسي وأليات تطبيقه وحدود الصلاحيات صدر بيان توضيحي لم يكن موفقا بالشكل الكبير ولكن البيان الصحفي الذي صدر عن السيد فائز السراج بعد زيارته إلى تركيا والتي وصف فيها المؤسسة العسكرية بأنها الجيش النظامي والثوار الذين سيتم إدماجهم وهذا أعتقد ينهي اللغط وينهي هذه الأزمة التي يريد الاستفادة منها بعض الأطراف المعرقلة والتي لا تريد الاستقرار لليبيا وعلى رأسها سيد نوري أبو ساهمين بالتالي أعتقد أن تناول هذا الموضوع إعلاميا يجب أن يكون من منطلق أن هذا المجلس الرئاسي الوليد لم يتعد عشرة أيام من العمل وهو من تيارات سياسية مختلفة وصلت إلى مرحلة التوافق وتحتاج إلى المناسبة لخوض في كل التفاصيل الخلافية للوصول إلى حلول تجنب الوطن والمواطن المزيد من الإنهيار نعم هنا سيد صراح الباكوش هناك زيارة للمجلس الرئاسي إلى تركيا برئاسة سيد فايز السراج هنا ما أهمية هذه الزيارة؟ أعتقد أهمية هذه الزيارة هي توضيح بأن أطراف متعددة إقليمية ودولية على مختلف مشاربها والتي كانت تؤيد هذا الطرف أو ذاك في الصراع الليبي أصبحت الآن على توافق كبير حول دعم الاتفاق السياسي ودعم ما خرج على الاتفاق السياسي من مجلس الرئاسي وحكومة مرتقبة هذا هو أعتقد ما يمكن قراءته في هذه المرحلة وأعتقد أيضا يمكن قراءة أن السيد السراج أو المجلس الرئاسي يعتقد بأن عليه التعامل مع جميع الأطراف التي كانت ربما تعمل ضد بعضها البعض إقليميا لإعطاء انطباع بأن هذا المجلس الرئاسي سيكون متوازنا في تعامله مع الأطراف ليس البحلية فقط ولكن الإقليمية والدولية في المجمل هذه الزيارات الخارجية التي قام بها سيد فائد السراج هل هي ناجحة إلى حد ما أعتقد أن الجدولة كان يمكن أن تكون أفضل بكثير من ما قام به السيد السراج ولكن أعتقد أن ستمر الآن القضية أعتقد ليست هذه الزيارات وإن كانت مهمة ولكن ما يصدر عن المجلس الرئاسي وأعتقد أن ذلك البيان أعطى الكثير من الدخيرة إذا صح التعبير لمعارضية الاتفاق السياسي وكان دليلا على خلل في عمل مجلس الرئاسي الآن يجب التركيز على ما سيقوم به المجلس الرئاسي بخصوص تشكيل الوزارة وتشكيل اللجنة الأمنية وأعتقد أنهم المحطتين الخطيرتين في الأيام القليلة المقبلة هنا سيد أشرف البيان أو الأسلوب هناك من انتقد هذا الأسلوب وقال أن البيان الذي أصدر من قبل المجلس الرئاسي يثير كثيرا من التوجس وكثير من المخاوف ولا يعزز أرضية الثقة بين كافة الأطراف ألا يعتبر هذا البيان حالة من حالات التخبط الشديد؟ يبدو أن هناك خلل تقني مع سيد أشرف سوف نعود لي حيثما يتم إصلاحه هنا سيد صلاح لعل سيد فايز السراج في لقائه في تركيا قال أن الاتفاق السياسي سوف ينهي حالة الاحتراب الداخلي ولن يتم مواجهة الإرهاب إلا عن طريق قوات مسلحة فاعلة قوامها الجيش النظامي والثوار والثوار يتم دمجهم هناك وعود سابقة بدمج الثوار هل الحكومة قادرة على تنفيذ هذه الوعود التي أطلقها فايز السراج أو أنها سوف تكون زي سبق التين هذا كلام جيد وكما ذكرتنا شخصيا سيد السراج تعليقا على فتاحه للقاء الذي حدث بيننا عندما قال أننا يجب أن نضع الانقسامات والخلافات وراءنا وما إلى ذلك فعلقته على ذلك بالقول كما أعلقه على الكلام الذي قاله في تركيا أن هذا يجب أن يكون مقرونا بأفعال على الأرض وليس مجرد كلام وأعتقد أن البيان عندما تتحدث عن الجيش وأن الجيش نظامي وثوار وما إلى ذلك ثم يصدر عن المجلس الرئاسي بيان أن حفتر هو القوات المسلحة وأن الثوار هم الإرهابيين والدواعش وما إلى ذلك هذا سيؤدي إلى انهيار المجلس الرئاسي وانهيار الاتفاق وليس صمود أو حل المشاكل الليبية إذن ليس هناك إرادة حقيقية ليس هناك إرادة حقيقية لتنفيذ هذه المشاريع نحن لا نستطيع في هذه اللحظة ليس لدينا ما يكفي من معلومات أن نقول أن ليس هناك إرادة ولكن بكل تأكيد يمكن الاستدلال على أن هناك خطأ ما في آلية عمل مجلس الرئاسي وربما لأنه لازال حديث الإنشاء ربما سيتحسن في الأيام القليلة المقبلة ويجب أن يتحسن إذا أراد أن يتقدم إلى الأمام نعم هنا سيد أشرف الشح البيان يثير كثير من التوجس والمخاوف هناك من يقول أن هذا البيان لم يكن موفق ولم يكن يعبر عن إرادة حقيقية للتوافق ويعبر ويعكس حالة التخبط الشديد الذي يعيشه المجلس الرئاسي من خلال هذا البيان ما رأيك؟ لا هذه مبالغة الحقيقة لأن أعيد أو أكرر هذا البيان لم يصدر عن المجلس الرئاسي وتم كتابته من قبل نائب لرئيس الوزراء واحد فقط وإعلانه بطريقة فيها الكثير من التجاوز من قبل الموظفين الذين قاموا بذلك وهنا أريد التركيز كما قال أخي صلاح البكوش أن هذا المجلس حديث وأنا أشهد أن اجتماعاتهم في اليوم الأول لم تكن سهلة ولكن بعد عشرة يام من الاجتماعات هناك مؤشرات إيجابية هناك إعلان اليوم من قبل المجلس الرئاسي بعد اجتماع مطول بأنه في حالة انعقاد مستمر إلى حين الإعلان عن التشكيلة الحكومية والتي سوف تثبت لكافة الليبيين بأن هذه الحكومة حكومة التوافق وحكومة ممثلة من الجميع وأيضا فيما يتعلق بلجنة الترتيبات الأمنية التي سيعلن علىها خلال يوم على الأكثر بالتالي أعتقد أن كل هذه الإجراءات والمحطات المهمة كما أشار أخي صلاح هي ما ستثبت أن هذه الحكومة جادة فعلا في تطبيق الاتفاق السياسي في الخروج من حالة الاحتقان وحالة الاقتتال التي يريد بعض الأطراف منتح لي شخصيات معينة مثل شخصية القائد الأعلى الغير موجودة حقيقة في استمرار الأزمة واستمرار الاقتتال وإهدار المجدع نعم سيد أشرف الشحل على سيد فيز السراج تحدث على أن القوات المسلحة لن تواجه إرهاب إلا بقوات مسلحة فاعلة قوام هذه القوات الجيش النظامي والثوار الجيش النظامي هنا هل يمكن أن يكون هناك شخصيات محصوبة على النظام السابق وكتائب وجهات معينة سوف تنظم إلى هذا الجيش النظامي الذي سوف يحارب ويندمج مع الثوار النظامي موجود في طرابلس موجود في مصراتة موجود في سبهة موجود في كل المدن الليبية هذا ليست إشارة إلى أن من يسمى بالجيش النظامي يجب أن يكون تابع للنظام السابق أو للكتائب الأمنية السابقة حقيقة هذا غير حقيقي غير موجود غير مقصود بهذا التصريح المقصود هو من هو منضبط عسكرياً ولديه رقماً عسكرياً ومتدرج في السلك العسكري أو في القطاع العسكري بالإضافة إلى من سيتم دمجهم بطريقة فنية بعد توافق منصب القائد الأعلى التي يتمتع بها الآن المجلس الرئاسي بصفة عامة نعم هنا سيد صلاح البكوش هناك تأجيلات متكرر للمجلس النواب حول الموقف النهائي والرسمي من التوقيع على الاتفاق السياسي هنا الرأي العام والسائد وفق قراءتك هل المجلس النواب سوف يوافق على الاتفاق السياسي ويضرب بعرض الحائق الحوار الليبي الليبي أم ماذا؟ خلينا نقول أن الحوار الليبي الليبي أو ما يسمي بالحوار الليبي الليبي من تونس ومن مالطا وعمان ضرب عدة مرات ولم يكن له فرصة للنجاح أبداً لأننا لا نتحدث عن البرلمان نتحدث عن عقيل صالح وأقلية معه ونحن لا نتحدث عن المؤتمر ولكننا نتحدث عن نوري بوساهمين وأقلية معه نعم بدأ ما يسمى بالحوار الليبي الليبي بما وصفه السيد عواض عبدالصادق نائب نوري بوساهمين بأنه قفزة تاريخية مع السيد عميش الأسبوع الماضي أتى السيد عميش وقال وصرح وأعتقد أنكم استوضحت ذلك من السيد عميش في قناتكم هنا أتى على رأس وفد ناقلاً بيان لوسيطة والخطوط الحمراء كنا ننتظر أن يأتي السيد عميش إلى طرارابلس بلجنتين التي اتفق فيهما مع السيد عواض عبدالصادق في تلك القفزة التاريخية في تونس لم يحدث شيء أعلن السيد عقيلة صالح وسيد نوري بوساهمين في مالطة بأنهم اتفقوا على تشكيل الليجان ومن ثم أتى السيد نوري بوساهمين وشكل ليس اللجنتين التي اتفق عليهم السيد عواض عبدالصادق وعميش في تلك القفزة التاريخية في تونس ولكن ست لجان ست لجان ومن ثم لم يقم عقيلة صالح بأي شيء ذهب إلى لوسيطة اجتمع بما يسمى بحكماء ومشايخ برقة وخرج ببيان يقول فيه أن الجيش وحفتر خط أحمر وأن يجب أن يكون هناك تساوي في الوزارات ما الذي حدث ذهب السيد نوري بوساهمين إلى عمان ولم يقل لنا ما الذي حدث في عمان ونحن لازمنا بانتظار الحل الذي وعد به السيد نوري بوساهمين في مطار معتيقة في مطماري الصحفي عندما قال سنقدم لكم حلا قبل نهاية شهر ديسمبر ها نحن الآن في شهر في 12 يناير ولم يقدم شيء تلك أكذوبة يجب أن يعرف الليبيين بأنه لم يتحقق منه شيئا وعلى هذا الأساس أعتقد أن عقيلة صالح الآن يفكر في أمرين إما رفض الحكومة لأنه لا يرى فيها تمتيلا صحيحا وتأكيدا على بقاء حفتر أم أنه سيقبلها ولا يفكر السيد عقيلة صالح في اجتماعاته مع نوري بوساهمين أو اجتماعات القفزة التاريخية التي قام بها عميش وعوض عب صالح تلك الإجراءات خارج دائرة النقاش الآن نعم سيد أشرف الشح المرجس الأعلى للدولة سوف يشرع في أول جلساته في العشرين من يناير كيف بناء على الاتفاق السياسي هنا كيف يمكن أو ما هي بدايات هذا المجلس وليس دقيقا المجلس الأعلى للدولة بدأت الإجراءات في الترتيب لاجتماعه الأول بعد تحديد أعضائه كما يعلم الجميع أن الملحق رقم ثلاثة والذي يتحدث في مادته الأولى عن تشكيلة المجلس الأعلى للدولة من يكون عضوا في المجلس الأعلى للدولة حددهم ب145 عضوا من المنتخبين في سنة 2012 ولكن قسمهم إلى جزئين 134 عضوا كحد أقصى وليس رقما نهائيا من أعضاء المؤتمر صحيحين وهو عند توقيع الاتفاق أي أن من أعضاء المؤتمر الذين يريدون التوافق والاتفاق من يعارضون الاتفاق لا يعتبرون نفسهم أعضاء في المجلس الأعلى للدولة طبعا تبقى الاستحقاقات الزمنية الموجودة ما بين المجلس الأعلى للدولة وما بين البرلمان بعد الإعلان عن الحكومة ومنح الثقة يبدأ أول استحقاق يوم السادس والعشرين من فبراير في اختيار المناصب السيادية بالتالي بدأت الإجراءات في الإعلان لأعضاء المؤتمر صحيحي العضوية وهنا أركز على صحيحي العضوية لأن هناك أعضاء أضافهم السيد أبو ساهمين بشكل غير قانوني لقائمته وهم ليسوا أعضاء صحيحي العضوية وكذلك هناك أعضاء آخرين لا يرغبون في المشاركة في المجلس الأعلى للدولة بالتالي حدد العشرين من يناير لكي يرسل الأعضاء الراغبون الذين يعتبرون أنفسهم أعضاء في المجلس الأعلى للدولة وتنطبخ عليهم الشروط لكي تصدر القائمة النهائية لأعضاء المؤتمر السابق الذين أصبحوا أعضاء في المجلس الأعلى للدولة ولكي يتم خاطبة المفوضية الأولية للانتخابات لكي توافي بالأسماء من يليهم في الترتيب كي نكمل المجلس الأعلى للدولة ب145 عضوا هذه هي الإجراءات أول جلسة للمجلس ستكون أعتقد في نهاية شهر يناير في ليبيا في طرابلس أو إحدى المدن القريبة من طرابلس هذه الإجراءات بدأت الترتيبات فعلا للقيام بها كذلك مجلس النواب بمجرد إعلان الحكومة في بحر موعد أخصى يوم السبع عشر من يناير سوف يصبح لزاما عليه الإنعقاد بنصابه بعد انضمام المقاطعين وهم حوالي 27 عضوا من الراغبين في العودة حسب الاتفاق السياسي هناك عضاء غير راغبين للعب أي دول أليات التطبيق نحن نسأل هنا عن أليات التطبيق كيف يمكن ذلك سيد أشرف السؤال آليات التطبيق كيف يمكن ذلك آليات التطبيق ماذا التطبيق الاتفاق السياسي ومجلس الدولة كيف يعمل نعم نعم آليات التطبيق بالنسبة لمجلس الدولة منصوص عليها في الاتفاق بالنسبة لمجلس النواب منصوص عليها في الاتفاق كما يعلم الجميع أن هذين الجسمين والمجلس الرئاسي أجسام منشأة تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي والإشارة إلى الانتخابات سواء في 2012 أو في 2014 هي إشارة لتسمية الأعضاء فقط ولكنها ليست إشارة لاستمداد الشرعية الشرعية تستمد من المادة 13 من الأحكام الإضافية بالتالي هناك آليات واضحة غير قابلة للتأويل بالتالي أعتقد أن كل ما يتعلق بالاستحقات لو حسنة النواية سيتم مواجهتها بشكل يخرج البلاد فعليا كيف يمكن تطبيقه على أرض الواقع في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والميدنية التي تحدث الآن؟ بالنسبة للمستجدات هي مستجدات صوتية أكثر منها واقعية الكل يعلم أن لا يسيطرة عسكرية للطرف الذي ينتحل شخصية القائد لعلى للجيش ليست لهم سيطرة إلا إعلامية واقع المسئولية للأطراف التي وصلت إلى هذا الاتفاق السياسي هي أن تصل إلى الحد الأدنى من إراقة أي دم ليبي لأن الهدف من هذا الاتفاق السياسي هو إنهاء الحرب ليس الدعوة للحرب بالتالي يراهن الطرف الذي يصاعد صوتيا الآن على هذه المسئولية التي يستشعرها الأطراف الأخرى أعتقد أن السيد صلاح البكوش وهو يتحدث من داخل طرابرس والسيد عبد الرحمن السويح وآخرين أثبتوا أن ما يقوم به المعرقلين هو ظاهرة صوتية لأنهم لا يستطيعوا فرض إرادتهم على إرادة الشعب الليبي بالراغب في الاستقرار والخروج من هذه الأزمة نعم هنا سيد صلاح البكوش الموقعين على الاتفاق السياسي يدعو المؤتمر الوطني العام للانضمام إلى مجلس الدولة هذه الدعوة من سيقبلها من أعضاء المؤتمر في ظل الرفض المستمر لعلاسة المؤتمر للاتفاق السياسي أولا يجب أن نوضح بعض الأشياء وكنت أتوقع أن توضحوها أو تعرضوها على شرشتكم ليس هناك شيء في الاتفاق السياسي يقول بأن مجلس الدولة يجتمع يوم عشرين ليس هناك شيء على الإطلاق الاتفاق السياسي يقول مجلس الدولة يعقد أول جلسة له خلال عشرة أيام من اعتماد الاتفاق السياسي الحكومة ستقدم تشكيلتها الوزرية يوم 17 لدى مجلس النواب عشرة أيام للموافقة على الحكومة واعتماد الاتفاق السياسي مجلس الدولة منشأ حسب الاتفاق السياسي منشأ اعتمادا على الاتفاق السياسي والتعديل الدستوري بدون تعديل دستوري من مجلس النواب ليس هناك مجلس الدولة فلا يمكن الحديث عن أن مجلس الدولة سينعقد يوم عشرين دعني أوضح ما يحدث الآن بخصوص مجلس الدولة هناك بعض أعضاء مجلس النواب المتواجدين في تونس منذ أيام يحاولون أن يقنع الجميع في تونس بأنهم هم الممثلين الحقيقيين للمؤتمر الوطني ولديهم غرفة ولديهم ما إلى ذلك من هذه القبيلة القضية الآن هل سيتحرك أعضاء المؤتمر في طرابلس ويقول للسيد نوري بوسهمين كفى عبثا نحن مجلس الدولة والمؤتمر الوطني وفرقه للحوار التي كان فيها السيد أشرف الشح وكنت فيها معه تفاوضنا على مجلس دولة بصلاحيات كبيرة لا يمكن إقالة الحكومة بدون مجلس الدولة لا يمكن إجراء تعديل الإعلان الدستوري بدون مجلس الدولة فهل سيتحمل أعضاء مجلس المؤتمر الوطني المسئولية ويتخذ قرارا بأننا سوف لن نتبع السيد بوسهمين إلى جهنم كما هو يحاول أن يقوم به الآن ونؤسس لمجلس دولة طبقا للاتفاق تكون له كل هذه الصلاحيات ويساهم في بناء الدولة أم أننا سنستمر في حضور والخوف من السيد نوري بوسهمين هي التي تعطل تأسيس مجلس الدولة حسب الاتفاق السياسي ويجب على أعضاء المؤتمر أن يثبتوا بأن لديهم بعض الصلابة للوقوف في وجه هذه المحاولات الدكتاتورية التي يقوم بها سيد نوري بوسهمين الآن نعم سيد أشرف الشح تعليقك على كلام السيد صلاح لا هناك سوء فهم الحقيقة بالنسبة لموضوع يوم 20 يناير يوم 20 يناير هو ليس يوم لاجتماع مجلس الدولة يوم 20 يناير هو في الإعلان عن من يثبت انضمامه من عضاء المؤتمر الوطني العام لأن الاتفاق المادة الأولى من الملحق رقم 3 وسيد صلاح البكوش يعلم تماما أنني أعرف ماذا أقول فيما يتعلق بإنعقاد مجلس الدولة وهناك تطور زمني لهذا الاتفاق منذ بدأ الحديث في 4-3-2015 إلى حين توقيع على الاتفاق وأعتقد أن الأستاذ صلاح يعرف تماما أنني أعرف كل تفاصيل هذا الاتفاق الاتفاق يقول أن مجلس الدولة يتكون من 145 عضوا ال134 كحد أقصى للأعضاء الحاليين للمؤتمر الوطني هم أعضاء إذا وافقوا على الاتفاق السياسي واعتبروا نفسهم أعضاء في مجلس الدولة من لا يمتنع عن الالتحاق بمجلس الدولة لا يعتبر عضوا وسوف يعوض بمخاطبة المفوضية العلية للانتخابات بالإضافة إلى 11 عضو الآخرين هذا المبدأ العام ولذلك تم الإعلان اليوم من قبل من هم يمثلون الموقعين على الاتفاق السياسي والملزمين بتنفيذه بسبب امتناع العديد من أخذ خطوة إيجابية للأمام بالتالي وارتهان الموقف ومنع توقيع الاتفاق لذلك بعد اجتماعات مطولة مع المؤسسات المنشأة بهذا الاتفاق ومنها المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمستشارين الموجودين تم الاتفاق من الناحية القانونية على إثبات العضوية وإعلان إثبات العضوية كي تتم مخاطبة كافة الأجسام المنشأة بهذا الاتفاق بالأعضاء الفاعلين ومن تم تعويض الأعضاء الآخرين أما عملية التعديل الدستوري فهو معدل بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق أما النص الموجود في الولحق الثلاثة هو نص ثانوي وليس نص رئيسي نص رئيسي هو المادة 67 وهذا تفصيل قانوني يعلمه القانونيين جيدا كلمة أخيرة كيف ترى مستقبل حكومة الوفاق في ظل جملة من التناقضات والإطرابات المدينية والسياسية والعسكرية إن حسنت النوايا وإن صدقت سوف ننجح وإن غلب البعض المصلحة الشخصية والأهداف الشخصية في تنفيذ هذا الاتفاق سوف يفشل هذا الاتفاق وسوف تفشل مرحلة الخروج بليبيا من هذا المأسق وهذا الانهيار نعم سيد أشرف الشح المحلل السياسي شكرا جزيلا جزيلا على هذه المشاركة التي كانت معنا سيد صلاح البكوش الله في كلمة ختام مستقبل حكومة الوفاق برئاسة سيد فايزي السراج كيف سوف يكون أو كيف سوف تكون في ظل هذه التجاذبات وهذه التخبطات الأمنية الموجودة الآن مستقبل حكومة يعتمد كما ذكرت سابقا وربما أنا أكرر نفسي هنا يعتمد على قرارات مهمة ستتخذها في الأيام المقبلة القرار بخصوص التشكيل الوزرية التي سيقدمها المجلس الرئاسة هذه محطة مفصلية ستحدد إلى درجة كبيرة مستقبل هذه الحكومة وهذا الانتفاق القرار الخاص بتشكيل اللجنة الأمنية التي ستشرف على الترتيبات الأمنية هذا قرار مفصلي آخر سيحدد إلى درجة كبيرة أيضا مستقبل المجلس الرئاسي والحكومة والاتفاق السياسي برمته إن فشل في هذين المحطتين سوف تنهار هذه الحكومة وانهار الاتفاق السياسي نعم في مشاهدين الكرام في نهاية هذه التغطية لا يسعنا إلى أن أشكر ضيفي في الاستوديو السيد صلاح البكوش المحلل السياسي وكذلك أشكر سيد أشرف الشح الذي كان معنا عبر الأقمار الصناعية والشكر موصول إليكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لنا على أمل بكم في لقاءة أخرى دمتم في رعاية الله والسلام عليكم